اكدت معاني السيدة فوزية بنت عبدالله زينل رئيسة مجلس النواب ان توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حافظه الله داعم للعمل البرلماني العربي المشترك من اجل تفعيل العلاقات الاخوية الشقيقة وتعزيز التعاون التنموي الشامل ما فيه خير وصالح الشعوب العربية في ظل ما تواجهه المنطقة من تحديات وما تشهده من تطورات تستوجب مضاعفة العمل والانجاز العربي بشكل متواصل ومتكامل بين السلطات التنفيذية والمجالس والبرلمانات في الدول العربية واشرت الى ان العلاقة المتميزة والرفيعة بين مملكة البحرين والمملكة المغربية الشقيقة تاريخية وستراتيجية بقيادة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حافظه الله واخيه صاحب الجلالة الملك محمد السادس عاهل المملكة المغربية الشقيقة وأشهدت معاليها بعمق العلاقات الأخوية بين الجانبين مملكة البحرين والمملكة المغربية وما تتميز به من تكامل وتعاون مؤكدة الحرص على تفعيل التعاون البرلماني بين البلدين الشقيقين وبحث أوجه التنسيق والتبادل الخبرات البرلمانية جاء ذلك خلال جلسة المباحثات البرلمانية الرسمية التي عقدت صباح اليوم بالعاصمة المغربية الرباط برئاسة معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينل رئيسة مجلس النواب ومعالي السيد الحبيب المالكي رئيس مجلس النواب المغربي ضمن الزيارة الرسمية التي تقوم بها معاليها والوفد المرافق للمملكة المغربية الشقيقة وخلال اللقاء تم توقيع مذكرة تفاهم وتعاون بين مجلس النواب البحريني ومجلس النواب المغربي لتفعيل دور لجان الصداقة وتحقيق التعاون الثنائي بصورة متقدمة ومتطورة على مستوى المجلسين والأمانتين العامتين من جانبه أكد معالي رئيس مجلس النواب المغربي عمق العلاقات البحرينية المغربية المشتركة ودعم بلاده لمملكة البحرين في مختلف المواقف مشيرا إلى أن العلاقات التنائية البحرينية المغربية تعد نموذجا رائدا ومتميزا ومشيدا بما تحقيقه البحرين من تقدم وتطور في مجالات التنمية الشاملة معربا معالي رئيس مجلس النواب المغربي عن بالغ التقدير للموقف البحريني الثابت والراسخ مع المملكة المغربية ودورها في تعزيز العلاقات المشتركة ودعم المشاريع التنموية بين البلدين الشقيقين مشيدا برئاسة معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينل رئيسة مجلس النواب باعتبار أن وجود امرأة بحرينية في موقع ومسؤولية المجلس النيابي يؤكد نجاح البحرينية الحضارية والمتقدم الذي يعكس ما تشهده البحرين من تقدم للمرأة التي غدت محل فخر واعتزاز للجميع